موسيقى هذه المسائية من الميادين وفي عنوين الليلة موسيقى في ذكرى ميلاده السابع والعشرين استشهاد الزميل المصور في قناة الميادين عمر عبدالقادر أثناء تغطيته للمواجهات العسكرية في سوريا موسيقى ضموا السعودية للإخوان المسلمين إلى لائحة الإرهاب يطرح أسئلة عن مستقبل العلاقة مع تنظيم تصدر المشهد السياسية في دول الثورات العربية موسيقى السلام عليكم كنا سنبدأ هذه المسائية بالصور الأولى التي تصلنا من دير الزور عن الاشتباكات الدائرة بعنف هناك لكن من كان يلتقط هذه الصور مساء اليوم استشهد وهو يحاول أن ينقل الواقع كما هو فقدت أسرة الميادين أحد أنشط مصوريها في قلب المعركة الشهيد عمر عبدالقادر في يوم ميلاده السابع والعشرين كان عمر يغطي الاشتباك حين أصيب برصاصة وأسلم الروح أسرة الميادين تتقدم من أهل الفقيد بأحر التعازي آملين أن يكون آخر شهداء هذه المهنة على الأرض السورية الأرض السورية التهبت مجددا اليوم حيث تقدم الجيش السوري في ريف تلكلخ وتحديدا في بلدة الزارة التي تمكن الجيش السوري من إحكام السيطرة عليها بالكامل ليتوجه بعدها إلى قرية الحصرجية حيث يخوض معارك عنيفة مع مسلح المعارضة من مختلف الفصائل والتوجهات وإن كان أغلبهم بات أقرب إلى داعش وجبهة النصرة وما بينهما الجبهة الإسلامية فصائل لعلها ستجد نفسها وهي تتراجع عسكريا على الأرض في مواجهة الجيش السوري أو حينما تتقاتل فيما بينها مضطرة لمراجعة استراتيجيتها بعد القرار السعودي الذي يدرج الإخوان المسلمين إلى جانب داعش والنصرة وحزب الله السعودي في قائمة المنظمات الإرهابية ما هي تداعيات هذا القرار وكيف سيترجم ولكن أيضا ما هي أثاره على العلاقات مع دول يتصدى فيها الإخوان للحكم مثل تونس وتركيا إضافة إلى معايير التعاطي مع حركة حماس والأحزاب الإخوانية في مصر ولبنان والعراق والجزائر وليبيا لكن قبل الدخول في تفاصيل المسائية نتوقف مع موجز لأهم وآخر الأنباء من غرفة التحرير شكرا لك راميا السلام عليكم اتهم رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي السعودية وقطر بإعلان الحرب على بلاده وفي مقابلة تلفزيونية حمل المالكي الدوحة والرياض مسؤولية الأزمة الأمنية في العراق وقال المالكي إن من يتهمونه بتهميش السنة مجموعة طائفيين يرتبطون بأجندات خارجية بتحريد سعودي قطري ومن بغداد ينضم إلينا عضو اتلاف دولة القانون عبد الحليم الرهيمي إذن أستاذ عبد الحليم ما هي أسباب اتهام المالكي السعودية وقطر بإعلان الحرب على العراق تفضل أسباب الاتهام هو الوقاعة الحقيقية لدور السعودية وقطر في دعم الإرهاب ربما لا ترسل إرهابين شكل مباشر ولكنها تدعم القوى الطعافية التي تدعم داعش والقاعدة في الأنبار وفي الحديد السورية العراقية ولا يخفون ذلك لذلك يبدو وصل السيل الزبع مع هاتين الدولتين ولذلك كان لابد أن يعلن السيد المالكي تعبيرا عن اتهامه لهاتين الدولتين أما السبب الآخر الذي يبدو بي أنه لابد أن يعرفها حاولت السعودية ودول أخرى وأن تبرع نفسها عندما اتهمت قطر بدعم الأخوان ودعم الإرهابين تغطية لمواقفها هي تدعم الإرهاب من ممثل في داعش وممثل في القاعدة خاصة أن سيؤقد خلال الأيام القادمة مؤتمر دولي لمكافحة الإرهاب على الصعيد الدولي لذلك الحكومة العراقية حتى لا تعطي الفرصة التي أرادت السعودية وقطر أن تتقمصها وأرادت أن تبدو يبرية وهي مؤادة للإرهابيين من الإخوان ومن القاعدة ولكن أستاذ عبد الحليم كيف تقول أن السعودية تدعم هذه التنظيمات وهي تعتبرها إرهابية؟ نعم إبارة إرهابية هي تحاول أن تغطي على مواقفها لأنها مدعوة وهي وقطر إلى حضور مؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب في العراق ولذلك هي أرادت أن تبعث رسالة أنها يغضي الإرهاب ولكن قناعة الإرهاب قناعة الأجهزة الأمنية ما يتوفى لديها من تحقيقات ومن اعتخالات لهذه القوى تدل أن هاتين الدولتين تدعمان الإرهاب وإن الدعياء بغير ذلك أما صراعهم فهذه الدول أموما السعودية ودول أخرى خليجية غد قطر فهو الصراعات فيما بينهم أكثر من كونها تدعم الأخوان لأن هذه قطر تتخذ مواقف سواء أبرى الجزيرة أو أبرى مواقف الحكومة القطرية غد السعودية وغد دول أخرى ولا لها علاقة لأنها تريد أن تحارب الإرهابية تحارب المواقف أستاذ عبد الحليم هل هذه الاتهامات ستكون أو ستؤدي إلى قطيع بين العراق والسعودية وقطر يعني هي عملية قطيع قائمة مع قطر ومن السعودية بين آونة وأخرى يعني عندما اتخذت السعودية موقف قبل شهر تقريبا موقف إيجابي وقالت ستحارب الإرهابين ولن تتمح للسعودين الحكومة العراقية بلسان السيد المالكي امتدحت هذا الموقف وتمنت أن يتطور أكثر ولكن على الواقع العملي دور السعودية وقطر في دعم الإرهاب واضح للعيان لذلك إذا كانت هناك من قطيعة وستكون مع السعودية ولن تكون هناك أصلا مع القطر كانت مع القطر دائما علاقات سيئة وقطيعة قائمة ما بينهما أما السعودية فأيضا سوف لن تزيد القطيعة على ما هي قطيعة قائمة أو العلاقات الباردة ما بين السعودية وما بين الإراق أنا أعتقد الإراق لا يريد أن يعطي فرصة أن تحضر هذه هاتين الدولتين بعض دول أخرى مؤتمر الدولي لمكافعة إرهاب وتبدوان وكأنه ما ضد الإرهاب في حين أن المؤتمر إحدى أسباب عخدة وأحدى أهداف عخدة الحقيقة هو موارس الضغط تدعو المؤتمر تدعو العالم والأمم المتحدة للضغط لإنهاء منادع الإرهاب وأبرزها هي من السعودية وقطر وبالتالي ستوجه الأنظار والكلمات إلى هاتين الدولتين ربما شكرا أستاذ عبد الحليم الرهيمي شكرا أستاذ عبد الحليم حليم الرهيمي عضو الائتلاف دولة القانون في العاصمة العراقية بغداد قتل تسعة أشخاص وأصيب أكثر من عشرة آخرين في خمس هجمات متفارقة في العراق في قضاء الخالص قتل أمير الفوج الثالث في الجيش العراقي المقدم عباس الرباع مع أحد أفراد حمايته في انفجار عبوة ناسفة وفي سامراء قتل طالبان وأحد عناصر الشرطة وأصيب آخران في هجوم مسلح استهدف حاجزا للتفتيش وسط المدينة وبحسب رائد في الشرطة قتل طفلا بانفجار عبوة ناسفة استهدفت دورية للشرطة في قرية العيث جنوب الشرقات كما قام مسلحون مجهولون بقتل مرشح للانتخابات البرلمانية وسط القضاء وفي الموصل قتل مدني بهجوم مسلح بمسدس كاتم للصوت استهدفه أمام منزله في حي الأبار شرق المدينة إلى ذلك استعاد الجيش السورية سيطرة على بلتة الزارة في ريف تلكل غرب حمص بينما تبدأ المعارك في قرية الحصراجية المجاورة وفق ما أفاد مراسلنا وأقال ناطق باسم القيادة العامة للجيش السوري إنه تم القضاء على أعداد كبيرة من المسلحين مؤكدا إصرار الجيش على مواصلة مهامه الوطنية والدستورية في القضاء على الإرهاب وصلت منصقة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون إلى طهران اليوم السبت في زيارة تستمر يومين أشتون ستلتقي الرئيس الإيراني حسن روحاني ووزير الخارجية محمد جوالظريف مصدر إيراني أشار إلى أن مباحثات أشتون ستتركز على العلاقات بين إيران والاتحاد الأوروبي وعلى الموضوع النووي ختام الموجز عودة إلى متابعة المسائية مع كيراميا شكرا لك رولا استشهد عمر عبد القادر الزميل في قناة الميادين أثناء تغطيته المواجهات الميدانية بين الجيش السوري والمعارضة السورية بدير الزور الشهيد عمر استشهد بإصابة في رقبته أثناء مشاركته أثناء نقل معارك دير الزور ونقل بعض الإصابة إلى المستشفى فأسلم الروح عائلة الميادين التي فقدت أحد أبنائها الشرفاء تتقدم من أهل الفقيد ومن كل رفاقه ومحبيه بأحر التعازي سائلين الله أن يتغمده برحمة ويسكنه فسيح جنانه ونستمع الآن إلى رئيس مجلس إدارة قناة الميادين الزميل غسان بن جدو ينعي شهيد الزميل عمر عبد القادر طبعا زميلنا العزيز تشهد وكما قلت يقوم بواجبه أو برسالته المهنية والوطنية وابن الزور وابن سوريا الشامخة البطلة كنا نتمنى أن زميلنا وأخانا العزيز يستشهد وهو يصور عملية تحرير بفلسطين المحتلة وليس في أرض عربية يقتل فيها الأخ وأخاه خصوصاً وأن هذا البلد يواجه حملة ظالمة تكفيرية من مجرمين نقولها بكل سراحة وبكل وضوح نحن في هذا الأمر منحازون بالكامل إلى عملنا الصحفي المهني الوطني بلا تحفظ ولكن قلت ولمن يتلذذ أخت علا لمن يتلذذ بالتفريقة والتمييز المذهبي والطائفي فاسم عمر ينطق بذاته عمر عبد القادر لمن يتلذذ في هذا الزمن العربي الريء الكالح بالتمييز طائفياً ومذهبياً تقول شهيدنا اسمه عمر في أقل من أسبوع صدر موقفان سعوديان بلغت دلالة أولهما الاتفاق مع الإمارات والبحرين على سحب السفراء من قطر وثانهما تعميم لائحة لمنظمات اتهمت بالإرهاب وعلى رأسها الأخوان المسلمون والحوثيون اليمنيون إضافة إلى النصرة وداعش وحزب الله السعودي والقاعدة قراران يثيران الكثير من الضجة وقد يحدثان تحولات أو تحولات كثيرة في المرحلة المقبلة سامي كليب بين الهفوة التي قد تضرب الوحدة الخليجية والمؤامرة التي تضرب قطر والإخوان تنوعت مقالات وعنوين صحفة القطرية واضح إذن أن الدوحة ما كادت تهضم القرار الأول بسحب السفراء حتى جاءتها المفاجأة الثانية بوضع تنظيم الإخوان المسلمين على لائحة الإرهاب أي التنظيم الذي بنت قطر جزءا مهما من سياستها العربية والدولية عليه فيما عرف بالربيع العربي القراران يأتيان قبيل زيارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما إلى السعودية هذه محطة مهمة لضخ الحرارة مجددا بين الرياض وواشنطن والتي اهتزت بعد التفاهم الإيراني الغربي لا شك إذن أن تسريع الخطوات السعودية في سياق وضع لائحة الإرهاب خطوات باتت مطلوبة غربيا في سياق الحملة الدولية ضد الإرهاب لكن وضع الإخوان المسلمين والحوثيين له على ما يبدو أسباب ومآلة أخرى معروف موقف السعودية من الحوثيين في اليمن واتهامهم بالتحالف مع إيران لكن موضوع الإخوان سيطرح إشكالات كبيرة فهل المقصود كل الإخوان إذا كان كذلك كيف سيتحرك مثلا قادة حماس في الخليج ماذا سيكون مصير الإخوان المسلمين في المعارضة السورية ماذا عن إخوان المغرب واليمن والليبيا والجزائر والسودان وتركيا وغيرهم هل يدفعون ثمن تقاربهم مع قطر بعض الكتاب القطريين تحدث عن مساعي سعودية لضم مصر إلى دول مجلس التعاون بعضهم الآخر قال إن ما يجري هو معاقبة لقطر لاستمرارها في مناهضة ترشيح المشير عبد الفتاح السيسي وفتح النار الإعلامية والمسجدية ضده بعضهم أشار إلى التقارب مع إيران كل ذلك ممكن لكن اللافت أيضا أن قادة إسرائيليين سارعوا إلى الترحيب بالقرار السعودي فهذا مثلا رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية السابق الجنرال عموس يدلين يتحدث عن إيجابية كبيرة ستحدث تحولات وتضييق الخناق على حماس وأطراف أخرى تهدد إسرائيل وهذا دوري جولد كبير المستشارين السياسيين لنتنياهو يتوقع بعد القرار تكثيف الحصار على المقاومة في غزة السعودية التي أصابها الإرهاب قبل غيرها في ثمانينيات القرن الماضي هل تكتفي بهذه الإجراءات أم تغلق حدودا مع قطر لو تطورت الأمور وهل ثمت أسباب أمنية قد تظهر لاحقا وهل في القرارات ضد حزب الله السعودي غير المعروف الهوية تماما بعد إجراءات في الداخل السعودي وفي مناطق محددة كل شيء وارد لكن الأكيد أن القرارات ضد قطر والإخوان تبدو مترابطة ومن جدة ينضم إلينا رئيس مركزي الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية والقانونية دكتور أنور عشقي دكتور عشقي أهلا بك في سنة تسعة وثلاثين من القرن الماضي الملك المؤسس عبد العزيز أليسعود استقبل السيد حسن البنة مؤسس حركة الإخوان المسلمين وخرجت للإعلام والصحافة صورة حسن البنة يقبل يد الملك عبد العزيز ما الذي تغير اليوم وبات الإخوان يحملون صفة الإرهاب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى ألي واصحاب وعلى منذ تلك الفترة كانت علاقة جيدة مع الإخوان المسلمين الإخوان المسلمين حينما طهدوا في مصر هربوا وقادموا المملكة العربية السعودية المملكة العربية السعودية فتحت لهم الأبواب واحتضنتهم وآوتهم وأكرمتهم وهم أيضا قاموا بدور جيد حينما درسوا أبناء المملكة العربية السعودية في الجامعات وغيرها فأفاضوا علينا بكثير من علم من العلوم الدينية نأتي إلى أمر آخر بعد ذلك حدثت خلافات بين المملكة العربية السعودية وبين الإخوان المسلمين في وجهات النظر وقفوا في قضية العراق مع طبعا العراق بتأييد الاحتلال الكويت هذا أمر كان عارض لكن بعد ذلك بدأت الجفوة بين الإخوان المسلمين ومملكة ولكن المملكة لم تقطع العلاقة مع الإخوان وكانوا يأتون حتى في الحج كانوا يجتمعون ولكن في النهاية الإخوان المسلمين في مصر طبعا أعلنوا بأنهم سوف يحرقون مصر أعلنوا بأنهم وراء طبعا ما يحدث في سين معمال إرهابية يعني عرضوا الأمن القومي المصري للخطر الأمن القومي المصري هو جزء من الأمن القومي العربي والأمن القومي العربي أيضا يعتبر كمان في إطار أيضا الأمن الخليج يعتبر جزء من الأمن القوم العربي والأمن القوم العربي جزء من الأمن القوم الإسلامي فإذا المملكة العربية السعودية هذه عبارة عن رسالة قوية للأخوان المسلمين إذا لم يعثوبوا إلى رشدهم ويعودوا إلى الانخراط في العمل السياسي والعمل الديني دون أن يقوموا بأي أعمال عنف أو غير ذلك فإن المملكة العربية السعودية سوف تسقطهم من هذا الكشف أو من هذه التهمة فإذا العملية واضحة جدا ولكن المملكة العربية السعودية لا تعادي أحدا وإنما تعادي العمل السيء والعمل الإرهابي والعمل دكتور عشقي تقول أن الإخوان المسلمين أعلنوا أنهم سيحرقوا سيناء وسيقوموا بالعديد من ما ذكرت متى حصل ذلك وما المستند يعني أو الأسس التي تم الاعتماد عليها قانونيا لتثبت من ذلك أولا أعلنوا هذا الكلام على رسال رؤسائهم أنهم إذا لم يعد طبعا المرسي إلى الحكم فإنهم سوف يحرقون مصر أعلنوا أيضا بأنه إذا عاد مرسي خلال ثواني تقف الأعمال الإرهابية عدين أيضا قاموا بالمظاهرات التشويش على المسيرة الأمنية في مصر فمعناها أنهم يعرضون الأمن العربي الخطر هذا يعني أن القرار يشمل فقط أخوان مصر أم أن هذا القرار لو تشرح لنا التنظيم العالمي لأخوان المسلمين كله يشمله طبعا القرار يشمل الأعمال الإرهابية لأن أيضا الأخوان المسلمين لم يبرئوا أنفسهم من طبعا ولم يعترضوا على لا القاعدة ولا على أعمال العنف صحيح أن سيد مهدي عاكف قال لي شخصيا بأنه ضد العنف ولكن طلبت منه أن هذا الكلام يترجم في بيام الأخوان المسلمين من أجل العالم الإسلامي يعرف بأنهم ضد العنف وأن يتبرئوا من جماعات الإرهاب وغيرها لكنه لم يفعل ذلك رغم أنه صديق لي وهذا ما حصل طيب أنا أود أن أفهم منك دكتور أنور العشقي بما يتعلق إذن بهذا التصنيف إذا هذا التصنيف يشمل الأخوان في مصر في تركيا في تونس في الجزائر في ليبيا في سوريا عدد لي الإخوان الذين يمارسون العنف هم المعنيين بذلك ولكن أيضا من ينتمي إلى تنظيم الإخوان مرفوض في المملكة العربية السعودية لأن البيعة أعطيت للملك والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من بايع على بيعة أخيه فاقتلوه طيب تبقى معنا دكتور العشقي ونتابع أيضا حيث تتوالى فصول إعلان السعودية الإخوان المسلمين والحوثيين وداعش والنصرة والقاعدة وحزب الله السعودي منظمات إرهابية وفي هذا السياق تتسارع وطيرة الإجراءات ضدهم وتمتد لتشمل خطباء المساجد حفيظة هريتان من هذه الإجراءات السعودية إعادة تقييم خطباء الجمعة تلقى بعضهم تنبيهات والبعض الآخر أوقف عن العمل والبعض الثالث استدعي للمساءلة من الذين تم تعليق عملهم عدد من الداعيات النساء الدكتور توفيق السديري ووكيل وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف قال إن السعودية استخدمت سياسة الحلم والعفو إلا أنه آن الأوان لنقول كفا لأن البعض ظن الأمر ضعفا صحيفة الحياء السعودية نقلت عن مصادر مطلعة في الرياض أن من عاد من أفغانستان أسس جماعات متطرفة وحرض على القتال من جانبه قال الدكتور عبداللطيف ألي الشيخ رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إن إجراءات السعودية جاءت بعد أن استفحل الأمر وأصبح خطيرا وذكر مجلس الشورى بمهلة الخمسة عشر يوما المعطاة للعائدين من أعمال قتالية خارج البلاد لضمان عدم مساءلاتهم مهلة سبقها إصدار قانون يجرم المشاركة في أعمال قتالية باستجن ما بين ثلاثة عوام إلى عشرين عاما واضح إذن أن السعودية دخلت مرحلة جديدة وربما الأخطر في سياق مكافحة الإرهاب على أرضها لكن قراراتها المتعلقة بالإخوان المسلمين والحوثيين وحزب الله السعودي تشير إلى أن للقرار أيضا رسائل أبعد من السعودية الإخوان المسلمون في العالم شبكة لها انتشار واسع بعضها يعلن انتماءه الصريح إلى الجماعة والبعض الآخر يتقاسم معها أفكارها من دون أن يكون جزءا منها سارة الحاف أهلا بكم في تونس حركة النهضة تدور في مناخ الإخوان المسلمين لكنها تقول أنها ليست منتمية إلى الإخوان حاليا هي في السلطة بعد قمع في عهد بن علي أما في ليبيا فحزب العدالة والبناء كان محظورا في عهد القذافي وعد يؤدي دورا أساسيا بعد إطاحة نظامه جماعة الإخوان المسلمين في مصر أوصلت أحد قضتها محمد مرسي إلى سدة الرئاسة لكنها الآن محظورة وقاضتها في السجن في الجزائر حركة مجتمع السلم كادت تصل إلى السلطة مطلع تسعينيات القرن الماضي لكن دورها انحسر كثيرا بعدما بات يعرف بالعشرية السوداء إلى السودان حيث الجبهة الإسلامية القومية ما زالت في رأس السلطة ممثلة بالرئيس عمر حسن بشير أما شريكه التاريخي الدكتور حسن طرابي فهو الآن في صفوف المعارضة في المغرب حزب العدالة والتنمية وصل إلى رئاسة الحكومة بعد الربيع العربي بشخص عبدالإله بن كيران تقاطع فكر الحزب مع فكر الإخوان بالرغم من أنه لا يتبع جماعة الإخوان رسميا إلى الصومال حيث حركة الإصلاح الإسلامية ينظر إليها على أنها قوة معتدلة في بلد نعانى من سطوة جماعة إسلامية أشد تطرفا في لبنان الجماعة الإسلامية تأسست عام 64 القرن الماضي لكن تمثيلها السياسية محدود وهي منذ بداية الأزمة السورية أخذت موقفا متشددا كذا يقارب مواقف السلفيين الأردن جبهة العمل الإسلامي تراوح دورها بين دعم ومعارضة السلطة يشكل دول أصل الفلسطيني الثقلة الأبرز فيها عراقيا الحزب الإسلامي العراقي قضى هنا بالرئيس السابق طارق الهاشمي الملاحق من قبل السلطة وفي سوريا الأخوان محظورون في الداخل لكنهم أدوا دورا كبيرا في المجلس الوطني بدعم قطري تركي مع بداية الأزمة السورية ثم ضعف دورهم بضغوط سعودية حركة حماس في فلسطين فازت بالانتخابات البرلمانية عام 2006 خلافها مع السلطة أدى إلى توليها حكومة في غزة مقابل حكومة أخرى في رامالله وهي متهمة في مصر وسوريا بالتورط في الأزمات في اليمن لم يؤسس الأخوان فيه جماعة منفصلة دار معظمهم في كنف حزب الإصلاح تقرب قضتهم ولا سيماء الأحمر من السعودية ثم تنافروا وصاروا أقرب إلى قطر هذه كانت لمحة عن الجماعات الإسلامية في العالم والآن نعود إلى متابعة النشرة ونعود لضيفنا وأيضا ينضم إلينا من إسطنبول المحامي الجماعات الإسلامية في إسطنبول وعضو مجلس الشعب المصري السابق نزار أغراب وكذلك ينضم إلينا السيد مروان إشحادة معنا من العاصمة الأردنية وهو خبير في الحركات الإسلامية إضافة لتواجد دكتور أنور مجد عشقي معنا وسأبدأ معك سيد مروان إشحادة بالاستعراض الذي كان معنا قبل قليل للزميلة سارة الحاف كل هذه التيارات التي ربما ليست هي تنتمي للتنظيم العالمي لإخوان المسلمين لكنها بشكل أو بآخر هي جزء منه أو تدبع له بالفكر كلها يمكن أن تكون ضمن هذا التصنيف ويشملها هذا التصنيف بالطبع هذه التيارات أو الجماعات التي ذكرت والأحزاب السياسية المرخصة في الدول التي تم ذكرها وبعضها غير مرخص هي من الجماعات التي تتماهى إيدولوجيتها وأفكارها وأهدافها مع التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين ومع تنظيم جماعة الإخوان المسلمين في مصر وأنا أعتقد أن هذا التماهي يأتي بفعل لجنة العلاقات الخارجية التي شكلت في أربعينيات القرن الماضي من قبل حسن البنة ومن بعض قادة جماعة الإخوان المسلمين وتم فتح فروع في كافة أنهاء العالم العربي والإسلامي ومن بينها دول الخليج والأردن وفلسطين والمغرب العربي نعم إذن كلها من رحم ربما تكون من الإخوان المسلمين وبالتالي هي يشملها هذا القرار وتتضرر منه بشكل مباشر كيف يمكن أن تتضرر منه؟ مما لا شك في أنه ستتأثر هذه الجماعات جميعها لأنه هناك استفافات ستتأثر بشكل سلبي ابتداءا وسيتم تجفيف منابع التمويل لهذه الجماعات حيث أن الجميع يعلم أن الإخوان المتواجدين في السعودية من الدعاء وإن لم يكنوا معلنين عن أنفسهم بأنهم ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين ولكن من المعروف أيضا أنهم يشكلون عصبا ماليا هاما في تاريخ جماعة الإخوان المسلمين على مدى العقود الثمانية الماضية وعلى الرغم أيضا من أن السلطات السعودية تذيق الخناق ليس بجديد على جماعة الإخوان المسلمين وإنما هذه المقاربة موجودة في التعامل مع جماعة الإخوان المسلمين وعناصرها وقياداتها وبخاصة في فترة التسعينيات وما بعد أحداث 11 سبتمبر تغيرت هذه الاستراتيجية بعد أن كانت تأوي القيادات كثيرة بناكفة في عبد الناصر وإنما السياسة السعودية تغيرت في ظل التطورات الأخيرة التي جرت في مصر وكذلك التطورات التأثير العامل السوري على الجماعات الإسلامية بشكل عام والاتهامات التي حاكها المجتمع الدولي للنظام السعودي حول دعم داعش وجبهة النصرة وكذلك الإخوان المسلمين والتحالفات والاستفافات الموجودة ما بين النظم السياسية والتنافس على السلطة والسيطرة والهيمنة في الإقليم وحول هذه الاستفافات أيضا نقطة مهمة من الجيدة نقف عندها وننتقل إلى سيد نزار غراب سيد نزار بيان الأخوان المسلمين في مصر لم يحمل ذلك الرد على مستوى البيان والتصنيف للأخوان المسلمين كإرهابيين في المملكة العربية السعودية كما يقول المحللون ومن يتابع لماذا جاء على هذا الشكل؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحقيقة فكرة التصنيف الإرهاب فكرة غير واضحة المعالم وبلا مدلول ولا تعريفة لها والذي يتحكم فيها هو متغيرات المصالح السياسية والصراع حول السلطة في هذه الدولة العربية جميعا واعتبر الجماعات الإخوان جماعة إرهابية والادعاءات التي قيلت منذ قليل عن دورهم في مصر وهذه التصريحات الكاذبة بشأن سيناء الحقيقة كلها أمور مغلوطة ونحن عايشين في الواقع في مصر ومدركين تماما لما يدور الأمر كله مبناه في هذا الصدد الخاص بوصف الجماعة الإخوان بالإرهابية الأمر كله مبناه لفظ فكرة تدول السلطة والحقوق والحريات للمواطنين في العمل السياسي أو تمييز حتى في هذه الحقوق فالإخوان كونهم مواطنين مصريين أو حتى مواطنين يحملون جنسية بلادين في أي مكان من الدول العالم العربي ينبغي أن يستبعدوا عن حقوق الممارسة السياسية وينبغي أن يستبعدوا عن حق تدول السلطة وهو ما جرى في مصر حيث تكالبت عليهم قوى الشر والكراهية بأن صلطت عليهم أكاذيب الإعلام وسعت إلى إخصائهم عن السلطة بهذه الوسائل الانقلابية سيد نزار لو سمحت لي التعاطي الآن مع هذا التصنيف الإخوان المسلمين الآن يقول دكتور عشقي أنه كل الإخوان المسلمين وبتوصيف فضفات من يثبت عليه فعل الإرهاب هو الآن مصنف كإرهابي بالنسبة للمملكة العربية السعودية التعاطي بالنسبة للإخوان المسلمين في مصر على أقل وأنت يعني عضو مجلس شعب سابق وأيضا المحامي أيضا للإخوان المسلمين أو لجماعات الإسلامية التعاطي الموقف لا يبدو على نفس المستوى لماذا كنت أسأل؟ الحقيقة نوشام يعني تعاطي الإخوان مع إعلان المملكة؟ نعم للآسف أنا ما طلعتش على البيان بشكل دقيق يعني حتى أعلم رد فعلي ما قاله البيان أنه يعني يأتي بتنافي مع العلاقة التاريخية التي كان لها طابع الود مع المملكة العربية السعودية لم يكن هناك أي رد فعل أو توصيف لآلية التعاطي مع هذا التوصيف أو التصنيف أمريخان طول عمرهم يديروا علاقتهم بشكل يتغلب عليه طابعة دبلوماسية ومحاولة تحويل الدفة من لغة الاحتقان أو العداء إلى دفة أخرى أكثر سلمية وأكثر هدوء ولهذا صدر بهن على هذا النحو الذي صدر به وبالتالي والحقيقة التاريخية تشهد لهم يعني رموز الإخوان علمائهم كانوا يحصلون على جوائز من المملكة العربية السعودية يعني فكرة أنه بالأمس تكون أنت محل ثنائي وتكريم ثم بشكل مفاجئ تكون أنت إرهابي يعني الكلام ده الحقيقة مش وقعي ولا علمي ولا حيادي ولا عادل أبدا في مصر بالأمس الإخوان كانوا يشاركون في العمل السياسي في عهد مبارك ثم يشاركون بعد ذلك بتأسيس حزب وكل الرموز معروفة ولرأي العام والسلطات فبشكل مفاجئ أنقلبوا إلى أخوانا وإلى إرهابيين هذا كله نوع من أنواع الحرب الإعلامية الضروس على الإخوان ويعني إذا كان الرئيس مورسي إرهابيا فإن المسؤول عن هذا هو أزير الدفاع نفسه لأنه كان مدير المخابرات ولا صح أن يكون مدير مخابرات في دولة لا دراية له بالرموز التي تصعد إلى مؤسسات السلطة الحكم فطبعا كيف سمح له وهو مدير المخابرات أن يترشح حتى للرئاسة طيب لو تسمح لنا سيد غراب أن نعود مجددا إلى الدكتور أنور ماجد عشقي بما يتعلق بالداعم أو من يدعم ويؤيد الإخوان المسلمين إن كان في مصر أو أكثر من مكان ونتحدث عن مصر تحديدا كونك كنت تتحدث أنه سبب تحركها ونشاطاتها كما قلت في مصر وتهديد الأمن القومي مصر وبالتالي هو تهديد لكل الدول العربية والإسلامية كيف سيتم التعاطي مع الدول التي تدعم الأخوان المسلمين في مصر وأولها دولة قطر تحديدا لأنه بعض يقول أنه رد الفعل هو رد فعل للمملكة العربية السعودية للعلاقة مع قطر وليس الأخوان المسلمين مباشرة في هذا الإطار إذا كانت قطر أو أي دولة تتعاطى مع الإخوان المسلمين كمواطنين صالحين فلا بأس لكن أنها تدعمهم ضد فئات أخرى ضد دول مجلس التعاون ضد دول عربية تأجيج الخلاف في العالم الإسلامي والعالم العربي فهذا أمر غير مقبول لأننا في هذه الفترة لابد أن يتضامن العالم الإسلامي معا التنظيمات والأحزاب والدول وغيرها لأن العالم الإسلامي في خطر في هذه الأيام لابد أن توحد الصفور بأي معنى؟ يعني ما هو الدعم؟ أعطينا أمثلة على الدعم المقبول والغير مقبول يعني الدعم الغير مقبول أن يقوم أحد من واحد من الإخوان ويعتلي المنبر ويشتم دولة خليجية أو يحرض الشعب في الدولة الخليجية عليها هذا أمر غير مقبول تقوم الأخوان في قطر بدعم الحوثيين ضد الأمن في اليمن هذا أمر غير مقبول هذه الأمور هذه هي التي المملكة العربية السعودية لا تريدها لأن المملكة العربية السعودية تحرص كل الحرص على الأمن القوم الإسلامي أولا ثم الأمن القوم العربي ثم أمن الخليج دكتور عشقي وأيضا ضيوفنا تبقون معنا لو سمحتم مشاهدين سنتابع الآن الصور التي وصلتنا للشهيد عمر عبد القادر لحظة تعرضه للإصابة ومن ثم استشهد أهلا بكم من جديد في المسائية من الميادين ونعود لضيوفنا ولسيد مروان شحادة في العاصمة الأردنية البيان يضع القاعدة والإخوان المسلمين في قائمة واحدة بالإرهاب وسيد حسن البنة في تعريفه للإخوان قال هي حركة سلفية ذات حقيقة صوفية الصوفية عقائديا يعني مكفرة بالنسبة للقاعدة الإخوان عقائديا مكفرون بالنسبة للقاعدة كيف يمكن أن نراهما معا في قائمة واحدة تحمل هذه الصفة يعني في الواقع هذا البيان الذي صدر عن وزارة الداخلية السعودية يحمل في طيياته موقفا سياسيا يتعلق بالاستفافات والموقف مما جرى في مصر ومما يجري في سوريا بالدرجة الأولى وهو انعكاس أيضا لتخوفات تحملها النظم السياسية الخليجية من جماعة الإخوان المسلمين التي تعتبرها هذه النظم الأكثر تنظيما والأكثر تهديدا لهذه النظم بحيث أن الولايات المتحدة الأمريكية تستخدم هذه الفزاعة فزاعة الجماعات الإسلامية وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين كبديل لهذه النظم السياسية في حال ما خالفت السياسات التي تنتهجها هذه النظم في المحافظة على المصالح الأمريكية في المنطقة وبالتالي الموقف من جماعة الإخوان المسلمين متغير وربما أظن أن جماعة الإخوان المسلمين قادرة على امتصاص مثل هذه الضربات تاريخيا ثبت أنها تعرضت لإعدامات ولمطاردة ولقتل ولسجون لفترات طويلة وأثبتت قدرتها على امتصاص مثل هذه الضربات والتكيف مع هذه الضربات ولكن لا أعتقد على المدى المنظور القريب وبخاصة أنها فقدت كثير من مراكزها وقواتها أو أقصد قوتها في مصر وفي بعض الدول الأخرى في تونس وأيضا سيد شحادة هذا التاريخ الذي ذكرته أفرز أيضا وسبب أفراز حركات خرجت من الإخوان المسلمين حملت طابع العنفي وفي مصر تحديدا الهجرة والتكفير واليوم نشاهده في إطار الجهاد سنتحدث عن ذلك ونعود مجددا إليك دكتور أنور عشقي في التعاطي أيضا مع دول تدعم الإخوان المسلمين وأيضا لديها من يعتنق هذه الحركة في تركيا يعني تركيا دولة إقليمية لها تأثير منفتحة على دول الأوروبية الرئيس عبدالله قل في تاريخه كان من المسؤولين في أحد البنوك السعودية كيف ستتعاطى المملكة مع تركيا الداعمة للإخوان المسلمين ولماذا لم يكن لديها هذا الموقف المماثل كما فعلت مع قطر طبعا السيد عبدالله قول كان في البنك الإسلامي بجدة لكن هذه التعامل مع هذه الدول مع هؤلاء أو مع هذه الدول التي تتعاطف مع الأخوان المسلمين مثلا تركيا تركيا دولة صديقة ودولة شقيقة والتعاون بين المملكة وبينها يعني مستمر ومثمر لكن طبعا تركيا ما بتدعم الإخوان في توجهات عنف ولا في توجهات قتل ولا في توجهات من هذا النوع إذن قطر تدعم إنها لها وجهة نظر لا شك بأن قطر تدعم بالمال لكثير من هذه الأمور ليس فقط الأخوان المسلمين بل أيضا تدعم لبعض الفئات وبعض العناصر في بعض الدول لأن المملكة العربية السعودية لا تريد أي جماعة أو أي دولة تثير الفتن في الدول العرابية والإسلامية ميز لنا كيف تركيا لديها موقف لا يدعم إرهابيا وقطر لديها هذا الموقف تركيا تدعم الجماعات الإسلامية وفق التقارير إن كان في مصر أو حتى في سوريا وفي أكثر مكان أردوغان رفع يعني شعار رابعة في العديد من المرات وكان هناك يعني خطاب عالي حقيقة باتجاه مصر طيب يرفع شعار رابعة يقول هو يأيد حكم الإخوان يقول بأنه هذا انقلاب هذا رأي شخصي أو هذا رأي رأي وإحنا محنا ضد الرأي لكن يرسل جماعات عشان يفجروا لا يدعم بالمال عشان يمزق الوحدة الوطنية في مصر لا هذا هو إذا متثبت المملكة العربية السعودية من ذلك بالنسبة لقطر طبعا وبالتالي سنشاهد إجراءات أعلى بالتعاطي لا هذه عبارة عن عبارة عن عتاب شديد لأخوة شقيق فلهذا معناها أنه الآن قطر لو تتبعنا الأخبار لو وجدنا ردة الفعلة القطرية كانت متوازنة وكانت متعقلة مما يدول على أن قطر عندها استعداد أنها تصحح في مسيرتها نحن لا نريد من قطر الشقيقة إلا أن تصحح في مسيرتها وتحترم وتدعم الأمن الخليجي طيب بالعودة إليك سيد نزار كان يقول سيد مروانش حادة أنه الإخوان قادرون على امتصاص الصدمة كما الصدمات السابقة إلى أي حد هناك قدرة وشكل هذه القدرة كيف يمكن أن تكون وأولا الإخوان جماعا لها تاريخ والفعل يعني انتصت العديد من الصدمات في إطار صرعها مع الأنظمة القمعية والحقيقة الموقف الذي اتخذته بعض الدول زي تركيا وقطر من ما جرى في مصر في 3 يوليو هذا الموقف اتخذته العديد أيضا من دول العالم في دول أوروبا أو في دول الأمريكا اللاتينية فهو موقف مرتبط بتقييم أو تحليل وضع ما في مصر على أنه انقلاب على إرادة اختيار الشعب المصري بتدخل العسكر في السياسة وهذا أمر مرتبط الدولة الحضارية المتقدمة وأن تنقل سعاد الرأي لا ينبغى أن يكون سببا لهادم علاقة دولية أو لا ينبغى أن يكون سببا لتوظيف سياسي لمفهوم الإرهاب الشعب المصري رافض في قطاع كبير منه لما حجارة في 3 يوليو بالتقاطع مع الإخوان ليس فقط الإخوان هم الذين يرفضون أن يكون حكم مصر عبر فواهة الدبابة بل ينبغى أن يكون الحكم يجري في الدول المتقدمة عبر صاند دخل اختراع وبالتالي فالشعب المصري يعبر عن اعتراضه هو والإخوان جزء منه عن هذه العملية الانقلابية بالقوة على السلطة وهو أمر مرفوض في المتحدرة التي اتخذت موقفا مضادا لما جرى في 3 يوم بالعودة إليك مجددا دكتور أنور عشقي حركة حماس إلى أي حد يطالها هذا التصنيف حركة حماس سكت عنها طبعا البيان وزارة الداخلية فحركة حماس طبعا تنتمي للإخوان المسلمين لكن إذا قامت حركة حماس بعمل إرهابي في مصر أو في أي دولة عربية أخرى فمعنى أن حركة حماس سوف تدخل ضمن الكشف الإرهابي لكن للعلم الكريم أن البيان تصدر وتبين من الأمر الملك الكريم السابق أن التصنيف الذي يوضع هذا تصنيف مستمر وليس ثابت إلى الأبد معناها أن إذا راجعت أوراقها طبعا الإخوان راجع أوراقهم يراجع الأخوان أم قطر قطر لا أنا أكصد التصنيف الإرهاب أما قطر غير لا نخلط الأوراق فبالنسبة لعملية الإخوان إذا الإخوان راجع أوراقهم وانخرطوا في النظام السياسي في مصر وأعرضوا عن العنف فمعناها أن المملكة العربية السعودية ستسقطهم من قائمة الإرهاب لكن هناك اتهام واضح من الحكومة في مصر لحماس بأنها تقوم بأعمال إرهابية وأنها تشارك في العمليات الإرهابية وتحديدا في سيناء لم يثبت ذلك لدينا لكن إذا ثبت لدى مصر فهذا شأن مصري لكن إذا مصر أرسلت هذه الأمور لنا وبيلت أننا فعلا والمملكة اقتنعت بذلك فالمملكة ستأخذ موقف آخر إذن بالنسبة لحركة حماس هي خارج التصطيف لا يطولها ذلك رغم أنها تنتمي لرحم الأخوان المسلمين الانتماء إلى رحم الأخوان المسلمين من غير السعودين ما هو تهمة وبالنسبة لحركة النهضة في تونس حركة النهضة في تونس قامة بعمل سياسي ولا غبار عليها سأعود إليك دكتور عشقي لنرى تداعيات ذلك بالنسبة للداخل السعودي لكن نذهب إلى سيد مروان أشحادة في الخيارات بالنسبة للحركات والتيارات الإسلامية وقد كنت تذكر تاريخ الإخوان المسلمين هل نحن أمام عودة للعمل السري للإخوان المسلمين وإلى حد يشكل خطورة أن تبقى في الخفاء وليس في العلن جماعة الإخوان المسلمين شهدت تحولات على المستوى الديني والسياسي وأنا باعتقادي في ظل الحصار الذي يمارس بحقها من قبل العديد من الدول العربية والإسلامية أنها ستعود مرة أخرى إلى الجانب الدعوي والجانب التنظيم السري لأن جماعة الإخوان المسلمين في الفترة الأخيرة غلبت الجانب السياسي على التأنيسي أي بمعنى أصبحت تغلب السياسة على الدعوة وعلى الجوانب الاجتماعية هي بدأت كجمعية خيرية في مصر وفي العالم العربي والإسلامي وانتقلت إلى تأسيس أحزاب سياسية في ظل الانفراجات الديمقراطية في الوطن العربي ولكن على ما يبدو أن هناك رفض شديد من قبل النظم السياسية ومن يمثلونها من الحرس القديم ولا يريد انخراط هذه الجماعة أنا باعتقادي أن الجماعة في الفترة المقبلة ستنكمش إلى نفسها وستعود لممارسة نشاطاتها الدعوية وبشكل سري وبخاصة في دول الخليج لأن دول الخليج عدى قطر أصبحت عفوا جماعة الإخوان المسلمين من الجماعات المحظورة والتي توصف بالإرهابية وأنا أتفق مع الدكتور أنور بأن البيان بأن البيان وزارة الداخلية السعودية وضع حالة من التقييم المتواصل لهذه الجماعات فربما يتم حذف بعض الجماعات وهي ذات الاستراتيجية الأمريكية حيث تم شطب بعض الجماعات من قائمة الجماعات الإرهابية وكذلك تم إضافة جماعات أخرى سيد شحادة ننتقل الآن ينضم إلينا أيضا في النقاش الدكتور مازن الشريف هو رئيس قسم الاستشراف وبقافحة الإرهاب في المركز التونسي لدراسات الأمن الشامل أهلا بك دكتور مازن تونس انتقدت قرار مصر تصنيف الإخوان المسلمين كحركة إرهابية لكنها لم يصدر أي بيان بما يتعلق بقرار المملكة العربية السعودية برأيك لماذا السلام عليكم حقيقة لا أعرف سبب عدم مزود موقف رسمي للبلدات التونسية من هذا الأمر بحكم أني لأمثل الدبلوماسية التونسية من خلال متابعتك وإذا أردنا أن نسأل كيف صدى هذا القرار للمملكة العربية في تونس في تونس تمت اختلافات إديولوجية تم اختلافات في الرؤية والنظر مثلا إلى تصنيف جماعة إخوان المسلمين في مصر كتنظيم إرهابي طبعا هذا الخلاف الإديولوجي في تونس أخذ أبعادا أعمق وربما سبب الكثير من التمزق داخل البنية السياسية التونسية في اعتقاد الدستور ربما قرب تلك الهوة وقرب بين وجهات النظر لكن أعتقد أن القرار السعودي الأخير هو يعبر عن مراجعات داخل المنظومة ربما السياسية للمملكة العربية السعودية وعن تغيرات كبيرة قد تشهدها المنطقة ككل لأن تنظيم الإخوان المسلمين هو يختلف من دولة إلى أخرى اختلافات عميقة جدا وأيضا ما حدث في سوريا وتطورات الحرب التي دارت في سوريا وما حدث في ليبيا تطورات الجماعات الإرهابية ووجود مثلها مثلا في تونس وموجودة في ليبيا تنظيم أنصار الشريعة مثلا كل هذا ربما سيؤدي إلى تغيرات في وجهة النظر وتغيرات في الاستراتيجيات هذا ما أراه ما أعتقدهم أشكرك سيد مازن الشريف رئيس قسم الاستشراف ومكافحة الإرهاب في المركز التونسي لدراسات الأمن الشامل كنت معنا عبر الهاتف من تونس مجددا نعود إليك دكتور أنور ماجد عشقي بما يتعلق في التداعيات على الأمن الداخلي السعودي ألا يوجد هناك خشية عندما توضع القاعدة كمنظمة إرهابية بالنسبة للمملكة وأيضا لأخوان المسلمين وقد يؤدي ذلك تفتح جبهة جديدة وعدو جديد لا بس أول حاجة أقول بأن المملكة العربية السعودية مشيت في مراحل متعددة أول مرحلة هي كافحة الإرهاب ثانيا إنها تغلبت عليه ثالثا جففت منابع الإرهاب رابعا طلعت قانون أخرج قانون للإرهاب وتعريف الإرهاب رابعا قامت المملكة العربية السعودية بقرارات خادمة حرمين الشريفين التي طبعا بيّنها وجرّم فيها الإرهاب بأنظمة معينة في تجريم الإرهاب الأخير هو شكلت لجنة من وزارة الداخلية مع بعض الوزارات الشؤون الإسلامية وغيرها وديو المظالم والعدل وغيرها فهذه هي مسؤولية تصنيف هؤلاء من هم الإرهابيون ومن هم غير الإرهابيين وبعد ذلك هذه كما تفضل الأستاذ مروان بأنها قابلة للتبديل والتغيير مع التغيير الذي يحدث لدى الإخوان ولدى غيرهم من الجماعات وأنا أنا على يقين بأنه كما قال الأخ مروان أن الإخوان سوف يعودون إلى عملية الإرشاد وعملية الدعوة وهذا ما كان يقوله الإمام حسن البنة قبل أن يموت قال لو استقدمت من أمري ما استأخرت لجعلت الإخوان فقط أن يكونوا في إطار الدعوة والإرشاد دكتور عشق بدقيقة واحدة ألا تلتقي المملكة مع سوريا بمكافحة الإرهاب عندما توضع داعش والنصرة أيضا ضمن المنظمات وأيضا الأخوان ضمن المعارضة هناك إخوان للمسلمين الاتلاف الوطني المعارض في كثير أمور تلتقي المملكة مع غيرها مع سوريا موضوع خاص غير سوريا مع سوريا بوضع سوريا موضوع خاص جدا تلتقي أيوة موضوع سوريا إذا كانت سوريا مصنفة هؤلاء الرهابيين طبعا والمملكة صنفتهم الرهابيين لكن سوريا ستكون شقيقة إذا سوريا حلت مشاكلها وأوقف اطلاق النار وشكلت حكومة وحدة وطنية وجاء أجرة الانتخابات المملكة لا تريد من دول العالم إلا الأمن والسلام أشكرك دكتور أنور ماجد عشقي رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية والقانونية كنت معنا مباشرة من جدة ومن عمان نشكر السيد مروان شحادة الخبير في الحركات الإسلامية كذلك نشكر السيد نزار غراب عبر خدمة سكايب كان معنا من اسطنبول وهو محامل جماعات الإسلامية في اسطنبول والناصد الحقوقي وعضو مجلس الشعب المصري السابق شكراً للمشاهدين